أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير بسم الله الرحمن الرحيم أفتؤمنون ببعض انكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خذي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يرزون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر خطوات السلبة المترجم للقناة 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 موسيقى 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 الذين يتشفوا بيضاً جيتمو و جيتمو، ينطلون هؤلاء الجيتمو. جيتمو والمزدرون في الجهاز القناة. أمام الجيتمو في المحاولة جيتمو، التي يهبت أنها عينة. أعطي أنت أعطي أنت أعطي أنت محبباً بعد هذه المنطقة المنطقة قد تجعلها أعطي أنت وقالة أعطي أنت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في القناة في القناة اشتركوا 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 في القناة Nous allons parler d'une innovation exceptionnelle La part aux concheard de la Porte Dantais est exceptionnelle C'est là qu'a pu être le cas grâce à certains de ses fils qui ont présenté un projet en loi et nous voilà beaucoup à plaisir ترجمة نانسي قنقر 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 ويبراهيم إذ قال لقومه عبد الله واتقوه ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يرحكان من قبلكم ويرغف من قبلكم وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولك ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات للقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعل بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط فقال إنه مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أإنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أنجهت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون